بين كر وفر يتصاعد دخان ما أشعلته سانت ليغو الصيغة التي تبحث عنها أحزاب في السلطة الحاكمة لتعديل قانون الانتخابات شرارة الاختلاف التي وصفت بها ثيمة جلسة البرلمان لقراءة التعديل الثالث على قانون انتخابات مجالس المحافظات تحولت إلى تحذير من حركة امتداد التي أكدت استخدام كافة الخيارات سياسيا وقضائيا وشعبيا حتى دوليا في حال تمريد قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغة سانت ليغو ولم تكن تلك الجولة الأولى في مفاوضات وتنافر شديد مع اختيار الصيغة التي عرف عنها اقصاء العمل الديمقراطي باقصاء الكتل الصغيرة في حسابات أصوات الناخبين نسبة 1.9 أو 1.7 كما وصفها محللون تأكل حقوق المكونات وتدعم كما أكد برلمانيون عدم احترام دماء المتظاهرين الذين خرجوا باسم 20 منطالبين بقانون انتخابي منصف يحق العدل نظاما للتمثيل الشعبي في البرلمان التحذير أبعد من تقدير الموقف حيث أن نوابا دخلوا الجلسة بحسابات الرفض لوصفهم ما يجري بالتهميش للكتل السياسية من مستقلين ومعارضين وتيار صدري ولإرادة المرجعية الدينية تحديدا مع ما يدور من صيغة يريد لطار التنسقي التشبث بها لضمان البقاء في أربع سنوات مقبلة إذا جرت انتخابات جديدة مصادرة حريات المواطن وحقوقه السياسية واختزال القرار بيد مجموعة أحزاب تتصدر المشهد السياسي جميعها نقاط يحذر مراقبون من أن تهلك العملية السياسية بفعلها تلك التي لم تلتقط أنفاسها من انسداد بدد حلم صناعة حكومة لمدة عام كامل